اكتبتي نمبر 1 بدنا نتعلم الكلمات بدنا نتعلم الكلمات ماذا يمكنك ترى في الكلمات؟ اكتبتي نمبر 1 كايت طائرة ورقية كايت طائرة ورقية بدنا نمبر 2 امبرلا امبرلا ميظلة بدنا نمبر 3 اوان اوان شاحنة ربيت اوان شاحنة بيجش نمبر 4 اوان قبل قبل تفاحة ربيت قبل تفاحة بيجش نمبر 5 A rose A rose Rose وردة Repeat Rose وردة And the last picture A sack A sack Sack Kies Repeat Sack Kies أوكي هلأ مع بعض خلينا نروح ناخد قعدة صغيرة قاعدة A or an هذان منسميهم الarticles متى نضع A متى نضع an Which one do I choose An We put an Before a noun starting with a vowel sounds نضع an قبل الأسماء التي تبدأ بحرف متحرك أو حروف ليلة أوكي طيب شو هم الفويل sounds A E I O U Five letters الفويل sounds Five letters A E I O U أوكي خلينا نتعلم نرسمهم مع مصر فويل مشان نظن نتذكرينهم This is Mr. Fowel أول إشي نعمل وشه دائرة حرف الأو أو نعمل لعيون A A and E A and E نعمل أنفه بحرف I وتمه بحرف U أوكي هلأ اعرفنا متى نضع an بعد فويل لترز اللي هم A E I U O طيب متى نوضع A نضع A مع باقي حروف اللغة نشوف هون حتنا an umbrella ليه لأن umbrella بدأت بحرف U an apple ليه apple بدأت بحرف A rose بدأت بحرف R حتنا A van بدأت بحرف في الV حتنا A أوكي Activity number two Practice with a friend What's this What's the meaning of what's this أخذ ناصح ما هذا What's this ما هذا It's a kite What's this It's a rose What's this It's an apple It's an apple What's this It's a van What's this It's a sack Okay خلينا نراجع الفكابيولاري مع بعض المعاني كاي كاي طائرة ورقية أمبريلا مظلة ذان شاحنة أبل تفاحة روز وردة ساك كيس موسيقى شكرا